بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مشرد من الشبكات الرقمية في الفيديو 104 والخاص منهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتر أسئلة مراجعة الفصل الثالث واللي كان بيتكلم عن الهاردوير طبعا هذا الفصل يعتبر مراجعة للمنهج الجديد الخاص بالأي بلس وهو تابع للفصل التاسع عشر اللي هو مواضيع متفرقة في الحاسوب السؤال الأول أي من أنواع الكيابل يأتي بنوعين مغلف وغير مغلف الخيارات الخيار A الياف ضوئية الخيار B محوري أو كوكسيل الخيار C الزوج الملتوي الخيار D المتسلسل الجواب هو الزوج الملتوي الخيار C هو الخيار الصحيح السؤال الثاني أي من أنواع الكيابل الذي ينقل البيانات بسرعات تصل إلى 100 ميجابيت في الثانية وتم استخدامه مع الفاس إيثرنيت وهو يعمل بسرعة 100 ميجابيت في الثانية الواحدة مع نطاق إرسال 100 متر الخيارات الخيار A كت أربعة الخيار B كت س خمسة الخيار C كت خمسة E الخيار D كت ستة الجواب الصحيح هو الخيار B السؤال الثالث أي نوع من الكيابل له نواة زجاجية داخل طلاق خارجي من المطاط الخيارات الخيار A الألياف الضوئية الخيار B المحوري الخيار C الزوج الملتوي الخيار D المتسلسل الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح السؤال الرابع ما هو الموصل الذي يستخدم لأجل سلك الهاتف الخيارات الخيار A RG11 الخيار B RG45 الخيار C RS 232 الخيار D BNC الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح هو RG11 السؤال الخامس ما المعيار الشائع استخدامه في منافذ الكمبيوتر التسلسلية الخيارات الخيار A RG11 الخيار B RG45 الخيار C RS 232 الخيار D BNC الجواب الخيار C هو الخيار الصحيح اللي هو RS 232 السؤال السادس أي من الموصلات التالية هي أحيانا تستخدم في مكان موصلات RCA لإلكترونيات الفيديو الخيارات الخيار A RG11 الخيار B RG45 الخيار C RS 222 الخيار D BNC الجواب هو الخيار D اللي هو BNC السؤال السابع ما هو نوع الرام المستخدم في أجهزة اللابتوب الخيارات الخيار A D I M الخيار B S O D I M الخيار C الرام بس الخيار D BNC الجواب هو الخيار B اللي هو S O D I M السؤال الثامن ما هو نوع الرام الذي يسمح لذاكرتين تصل لكل ساعة سعود وهبوط الخيارات الخيار A D I M الخيار B S O D I M الخيار C DDR3 الخيار D DDR2 الجواب الصحيح هو الخيار D اللي هو DDR2 السؤال التاسع ما هو نوع الرام الغير متوافق مع أي نوع سابق من ذاكرة الوصول العشوائي الخيارات الخيار A DDR5 الخيار B DDR4 الخيار C DDR3 الخيار D DDR2 الجواب هو الخيار B اللي هو DDR4 السؤال العاشر أي مما يلي هو قرص ليزري قابل لإعادة الكتابة الخيارات الخيار A CD الخيار B CD RW الخيار CD 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 روم الجواب هو الخيار B اللي هو CD RW RW اللي هو قابل لإعادة الكتابة ري رايت السؤال الحادي عشر أي مما يلي هي مخصصة للتركيب الداخلي كبطاقات توسعة كمبيوتر والموصلات المرتبطة المستبدلة بـ M SATA الخيارات الخيار A M2 الخيار B N F M E الخيار C SATA الخيار D SATA 2.5 الجواب هو الخيار A اللي هو M2 السؤال الثاني عشر السؤال الثالث عشر في أي سرعة تنخفض الاستجابة على محرك أقراس مناطيسي لحوالي الثلاثة ملي ثانية الخيارات الخيار A 5400 RPM الخيار B 7200 RPM الخيار C 10,000 RPM الخيار D 15,000 RPM الجواب هو الخيار C اللي هي 10,000 RPM السؤال الثالث عشر أجهزة اللابتوب والأجهزة المتنقلة الأخرى تستخدم أي من كروت التوسع الخيارات الخيار A Mini PCI الخيار B PCI الخيار C PCI عندنا الخيار D SATA الجواب هو الخيار A اللي هو الميني PCI السؤال الرابع عشر أي من ما يلي هو معيار firmware interface لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والذي يصمم كبديل للبيوس الخيارات الخيار A UEFI الخيار B N في RAM الخيار C CMOS الخيار D HHS الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح اللي هو UEFI هو الذي يصمم كبديل للبيوس السؤال الخامس عشر أي من ما يلي هي الذاكرة التي لا تفقد المحتوى عنده فقدان الجهاز للكهرباء الخيارات الخيار A L UEFI الخيار B الانفي RAM الخيار CS CMOS الخيار D SC HS الجواب الخيار B هو الجواب الصحيح اللي هي الانفي RAM السؤال السادس عشر أي من ما يلي من الأجهزة تسمح لك بوصل عدد من أجهزة الكمبيوتر عادة بتكون سيرفرات فيه طبعا بحيث أنه يكون كأجهزة موصلة مع بعضها ويتم من خلال جهاز والتبديل بسهولة للخلف وللأمام من نظام إلى نظام باستخدام نفس الماوس والشاشة ولوحة المفاتيح الخيارات الخيار A الكيفي M الخيار B الانفي RAM الخيار C السيموس الخيار D السي HS الجواب الصحيح هو الخيار A اللي هي طبعا اسم الجهاز هو الكيفي M عبارة عن جهاز بتربط فيه الماوس اللي هي الفارة ولوحة المفاتيح والشاشة وبيكون له منفذين بيتم يعني وصل كلا السيرفرين مثلا إذا كانوا سيرفرين أو أكثر بيتم وصلهم بهذا الجهاز ومن ثم من خلال الكيفي M نستطيع التنقل من السيرفر الأول إلى الثاني والعكس السؤال السابع عشر أي من ما يلي هو وصف لمخرج الضوء الجواب أو أول شيء الخيارات الخيار A الكيفي M الخيار B لومينتز الخيار C كونترست الخيار D السي HS الجواب هو الخيار B اللي هو اللومينتز الفصل الثامن عشر أي من ما يلي هو معيار يديره أو يتم إدارته من قبل الآيزو ويستخدم العلامات المضمنة في الأجهزة الخيارات الخيار A الكيفي M الخيار B لومينتز الخيار C NFC الخيار D HS الجواب هو الخيار C اللي هو NFC السؤال التاسع عشر في 2004 الATX 12 فولت 2.0 حاليا هي الآن حاليا 2.3 تم تمريل المعيار تغيير الموصل الرئيسي من 20 من الدبابيس إلى عدد كم الخيارات الخيار A 16 الخيار B 22 الخيار C 24 الخيار D 28 الجواب الخيار C اللي هو 24 السؤال العشرون عندما تستخدم موصل الكهرباء AT كابل الكهرباء يأتي من مزود الطاقة سوف يمتلك موصلين منفصلين تسمى B الخيارات الخيار A P8 و P9 الخيار B P1 و P2 الخيار C P9 و P10 الخيار D P2 P3 الجواب هو الخيار A اللي هو P8 و P9 السؤال الواحد والعشرون موصل كهرباء ساتا كم يمتلك عدد من الدبابيس الخيارات الخيار A 8 الخيار B 12 الخيار C 15 الخيار D 18 الجواب هو الخيار C اللي هو 15 السؤال الثاني والعشرون أي مما يلي هو نظام كمبيوتر مكتبي الخيارات الخيار A Thin Client الخيار B Thick Client الخيار C الـ N A S الخيار D S A N الجواب هو الخيار B اللي هو Thick Client السؤال الثالث والعشرون أي مما يلي هو كمبيوتر شخصي لديه كل قدرات الكمبيوتر الشخصي المعيارية الخيارات الخيار A Thin Client الخيار B Standard Client الخيار C Thick Client الخيار D Thin Client الإجابة أيضا رح تكون Thick Client الخيار C السؤال الرابع والعشرون مقدار ذاكرة الوصول العشوائي المطلوبة في المحاكاة الافتراضية لمحظة العمل تعتمد على أي مما يلي الخيارات الخيار A عدد المعالجات الخيار B عدد من محركات الأقراس الخيار C عدد الأجهزة الافتراضية الخيار D سرعة NIC الجواب الخيار C هو الخيار الصحيح لهو عدد الأجهزة الافتراضية السؤال الخامس والعشرون أي مما يلي من إعدادات الـ IP هو اختياري لإتصال الشبكة على Thin Client الخيارات الخيار A IP Address الخيار B Subnet Mask الخيار C Default Gateway الخيار D البروكسي سيرفر الجواب الخيار D هو الخيار الصحيح اللي هو البروكسي سيرفر السؤال السادس والعشرون أي مما يلي يحتاج إلى معظم الموارد الخيارات الخيار A Thin Client الخيار B Thick Client الخيار C Medium Client الخيار B عفوا الخيار D Stationary Client الجواب هو الخيار B اللي هو Thick Client السؤال السابع والعشرون كيف يتم ضمان المحاسبة الخيارات الخيار A Dual Accounts الخيار B Shared Accounts الخيار C No Shared Accounts الخيار D No Edit Trails الجواب الصحيح هو عدم وجود حسابات معمول لها مشاركة أو مشتركة بين أكثر من شخص No Shared Accounts السؤال الثامن والعشرون ما هو البرنامج الذي يتحكم بكيفية معالجة الطابعة لمهمة الطباعة الخيارات الخيار A Driver الخيار B Interface الخيار C Network الخيار D Line الجواب هو الخيار A اللي هو Driver اللي هو التعريف السؤال التاسع والعشرون ما هو مكون الطابعة الذي يقوم بقلب الورق المطبوعة حتى يتمكن من ذلك يتم تشغيله طبعا حتى يتمكن من الطباعة على الواتشين ويتم تشغيله من خلال الطابع والسماح بالطباعة على كلا الجانبين الخيارات الخيار A Driver الخيار B دابلكسر الخيار C دابلكسر الخيار C جواب الصحيح هو الخيار B اللي هو الدابلكسر السؤال الثلاثون أي مما يلي يشير إلى كيفية وضع ما يتم طباعته على الصفحة الخيارات الخيار A Driver الخيار B دابلكس الخيار C دابلكسر الخيار D Collect الجواب هو الخيار C هو الخيار الصحيح اللي هو الorientation السؤال الواحد والثلاثون أي مما يلي يغذي من خلال الطابعة باستخدام نظام أسنان العجلة والتركتورز الخيارات الخيار A التغذية المستمرة الخيار B الشيت فيت الخيار C الامبكت الخيار D الحراري الجواب هو الخيار A اللي هو التغذية المستمرة السؤال الثاني والثلاثون أي مما يلي ينبغي أن يستخدم أكثر من مرة الخيارات الخيار A التونر الخيار B البيبر أو الورق الخيار C الكيبل الخيار D الانكجيت أو اللي هي الطابعات نفس الحبر الجواب هو الخيار B اللي هو الورق ينبغي أن لا يتم استخدامه أكثر من مرة حتى وإن ظهر من الطابعة كورقة فارغة لأنه بيتم إجراء عمليات الطباعة عليها فلما تقوم بإعادتها إلى الطابعة هذا بيؤدي طبعا مع الوقت إلى تقليل أداء الطابعة وإلحاق الضرر بها السؤال الثالث والثلاثون أي مما يلي هي أكبر لوحة دائرة والتي تعمل كلوحة أم للطابعة الخيارات الخيار A متحكم الطابعة الخيار B طبلة التصوير الخيار C خرطوشة الحبر الخيار D اللي هي أدوات الصيانة الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح اللي هو متحكم الطابعة طبعا ما زلنا في الفصل التاسع عشر واللي هو مواضيع متفرقة في الحاسوب وبناخذ فيه مراجعة لمنهج A بلس ضمن المنهج الجديد نحن الآن رح ندخل في الفصل الرابع اللي هو الفرجوليزيشن والكلاود كومبيوتينغ اللي هي عملية المحاكاة الافتراضية على مستوى الحاسوب والحوسب السحابية طبعا هنا رح ناخذ مجرد تعريف ومقدمة سريعة مما يجعل من هذا الفصل يعني أقصر فصل رح نأخذه يعني رح نتم الانتهاء منه خلال هذا الفيديو ورح نتعرف كتعريف على التقنية الافتراضية والحوسبة السحابية نماذج الحوسبة الشائعة لدينا ثلاثة نماذج شائعة للحوسبة وهي لدينا الـ IAAS Infrastructure as a Surface البنية التحتية كخدمة ويتعني أن يقوم مزود الخدمة السحابية بتوفير بنية تحتية شبكية للعميل مثل مركز بيانات تاتا سنتر الـ SAAAS اللي هي اختصار لـ Software as a Surface البرمجيات كخدمة وهي مثل أن يقدم مزود الخدمة السحابية برمجيات مثل أنظمة التشغيل والتطبيقات الـ PAAAS اللي هي Platform as a Surface المنصة كخدمة وهي تعني أن يقدم مزود الخدمة السحابية منصة ليستخدمها المبرمجين في عملية برمجة البرامج التي يقومون ببرمجتها لدينا الـ Public مقابل الـ Private مقابل الـ Hybrid مقابل الـ Community الـ Public يتعني الـ Public Cloud أو السحابة العامة وهي تعني أنه يكون لدينا شركة تقوم بعمل يعني تقوم بالعمل كمزود للخدمة السحابية بحيث تقوم ببناء بنية تحتية ومن ثم استقبال الاشتراكات من العملاء لتقديم الخدمة لهم فهي عامة للجميع بينما الـ Private Cloud أو السحابة الخاصة وهي تعني أن تقوم شركة ما ببناء سحابة ولكن خاصة فيها هي لدينا الـ Hybrid Cloud والتي تعني أن تقوم الشركة ببناء سحابة خاصة بها وأيضا تستأجر خدمات من السحابة العامة فيصبح لديها هجين لدينا الـ Community أو السحابة المجتمعية ويتعني أن مجموعة من الشركات أو مجموعة من الجامعات مثلا كمثال تشترك في بناء سحابة وتكون لهذه الجهات فقط دون سواها الموارد المشتركة الأجهزة الموجودة على السحابة الحاسوبية بيتم تفعيل التقنية الافتراضية عليها حيث سوف يستخدمها العملاء كأجهزة افتراضية ويتم إدارتها من قبل الـ Hypervisor وهو يعطي إمكانية زيادة الموارد للعميل عندما يحتاجها وخفض هذه الموارد عندما لا يحتاجها مما يوفر العميل الدفع في مقابل الاستخدام وتنقسم الموارد المشتركة ما بين داخلي وخارجي وبغض النظر عما إذا كانت السحابة عامة أو خاصة فالموارد المشتركة قد تقع يعني قد تقع إما خارجيا أو داخليا بالنسبة للداخلي سوف تتواجد داخل الشركة وهي مملوكة كالشركة يعني راح تكون مملوكة للشركة نفسها كعميل أما الموارد المشتركة الخارجية فهي تقع خارج الشركة يعني خارج موقع الشركة اللي هي كعميل بحيث تكون موجودة ومملوكة لمزود الخدمة السحابية الموارد المتسارعة أو عفواً هنا عندنا المرونة المتسارعة وهي من مميزات الحوسب السحابية وهي قدرتها على إضافة الموارد حسب الحاجة وتحرير هذه الموارد عندما لا يكون هناك حاجة إليها من قبل العميل مما يزيد من الاستخدام الفعال للموارد وتخصيصها عند الحاجة في أي وقت معين وتشمل هذه موارد وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وهذا يسمى أيضاً بالمرونة السريعة لأنه يحدث تلقائياً وفقاً لقواعد مشاركة الموارد التي تم الاتفاق عليها لدينا هنا على الطلب في البيئة السحابية عادة يمكن للعملاء إضافة موارد لحسابهم على السحابة في أي وقت يحتاجون لذلك دون اشتراك مزود الخدمة في السحابية في ذلك مما يقدم طبعاً استخدام الموارد عند الطلب مما ينتج أن العميل يدفع مقابل ما يتم استخدامه بدلاً من الدفع مقابل الموارد غير المستخدمة لدينا هنا تجميع الموارد هو مفهوم سحابي يتم من خلال تجميع الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية والرامات يتم تخزينها في حاويات تسمى تجميعات أو تجمعات ويمكن تكون هذه التجمعات لمشاركتها من قبل بعض الأنظمة الافتراضية حيث تستخدم هذه الإعدادات للتأكد من أن أنظمة معينة لديها دائماً الموارد المطلوبة والتي هي في حاجة إليها لدينا الخدمة المقاسة هو مصطلح يستخدم لوصف عملية تتبع استخدام الموارد من قبل العميل لكي يتم فرض رسوم على هذه الموارد القياس وهي الخدمة التي تم قياسها أي تم الاتفاق عليها فيما بين مزود الخدمة السحابية والعميل على موارد معينة يدفع العميل في مقابلها مقدماً وعلى مزود الخدمة السحابية توفيرها وعلى العميل الدفع في مقابلها حتى لو في النهاية لم يقم العميل باستخدام هذه الموارد وهذا ينصح به عندما يكون العميل قادر على تحديد ما يحتاجه من موارد من السحابة الحاسوبية تطبيقات البريد الإلكتروني خارج الموقع وهي تتبع البرمجيات كخدمة ومثال عليها الجيميل الخاص بقطاع الأعمال خدمات تخزين الملفات السحابية وهي مثل باكس وعندنا دراب باكس وعندنا درايف وهي تقدم خدمة تخزين الملفات على السحابة الحاسوبية ولدينا هنا تطبيقات المزامنة حيث أن معظم خدمات التخزين السحابي يأتي معها تطبيق يقوم بعمل تزامن للتخزين السحابي مع الملفات الموجودة في التخزين المحلي ومن الممكن جعل عملية المزامنة أوتوماتيكيا وهي عادة توفر خدمة الإصطار مزامن مما يتيح لك التعافي من أي تعديلات أو عمليات حذف غير مقصودة تدفق التطبيق الافتراضي التطبيقات المستندة إلى السحابة تختلف التطبيقات المستندة إلى السحابة عن تطبيقات الويب من حيث أنها ليست دائما حصريا تعتمد على متصفحات الويب للعمل حيث يمكن أن تكون هناك تطبيقات مصممة خصيصا يتم تثبيت على الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة بالنسبة لتطبيقات للهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية تتضمن بعض الأمثل للتطبيقات المستندة إلى السحابة للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بالنسبة للتطبيقات لأجهزة اللابتوب والكمبيوترات المكتبية هي نفس التطبيقات التي تم ذكرها مع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وتأتي بإصطارات متوافقة مع أجهزة اللابتوب والكمبيوترات المكتبية بيئات سطح المكتب والتي تختصر بالFDIS وهي تعني استضافة بيئة سطح مكتب أنظمة تشغيل في داخل السيرفر مركزي بحيث عندما يقوم المستخدم بتشغيل جهاز الكمبيوتر فسوف يتم إيصاله بسطح المكتب الخاص به الموجود على السيرفر يوجد دينا ثلاث نماذج لتنفيذ الفي دي آي وهي النموذج الأول عندنا المركزي وهي تعني أن كل أسطح المكتب يتم تخزينه على السيرفر واحد مما يتطلب قوة معالجة كبيرة على السيرفر لدينا هوستيط اللي هو مستضاف أسطح المكتب يتم صيانته من قبل مزود الخدمة هذا النموذج يلغي تكلفة الشراء للسيرفرات أو السيرفر وبدلا من ذلك يتم تفع تكلفة التشغيل عندنا هنا الريموت فيرج والتسكتوب اللي هي أسطح المكتب الافتراضية البعيدة بحيث يتم نسخ إيميج للجهاز مما يجعل الاتصال الشبكي الثابت غير ضروري الفيرج والن اي سي اللي هي اختصر لفيرج والنيتورك انترفيس كارد وتختصر بالفي ان اي سي هي حزم البرامج التي تعمل في كرت الشبكة الفيزيائي لجهاز افتراضي ويمكن أن تشكل كروت الشبكة الافتراضية والسويتشات الافتراضية شبكة افتراضية للأجهزة طبعا بحيث أن الأجهزة تكون افتراضية فقط والجهاز الفيزيائي المضيف وإذا كان مطلوب اتصال بين الشبكة الافتراضية والشبكة الفيزيائية فيجب إعداد الكرت الافتراضي لتتواصل مع كرت الشبكة الفيزيائي للجهاز المضيف الأساسي الغرض من الأجهزة الافتراضية الوضع العادي هو أنه بالإمكان أن تحتوي محطة العمل الواحدة يعني هذا نوع من أنواع جهزة الكمبيوتر هو جهاز كمبيوتر مكتبي ولكن مفيد لبيئة العمل أو ملائم أكثر لبيئة العمل لأنه يتحمل العمل ممكن لأسابيع متواصلة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل أو إطفاء فمحطة العمل الواحدة الوضع الطبيعي تحتوي من الممكن أن تحتوي على أنظمة تشغيل متعددة مثبتة عليها ولكن سنتمكن من تشغيل نظام واحد فقط في كل مرة أما من خلال تشغيل برنامج المحاكاة الافتراضي على محطة العمل فسوف يسمح لنا بتشغيل أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت على محطة العمل مما يقدم لنا عدد من المزايا مثال يصبح المبرمج قادر على اختبار الأكواد البرمجية مع أنظمة تشغيل مختلفة متطلبات الموارد تعتمد متطلبات الموارد المحاكاة الافتراضية على ما تنوي استخدامه للمحاكاة الافتراضية لأجله حيث أن الجهاز الافتراضي يجب أن يحصل على قوة معالجة ورام ومساحة على القرص الصلب تكفيه ليعمل وبالطبع برنامج مشغل للمحاكاة الافتراضية متطلبات المحاكي الـ XB Mode هو محاكي مجاني من مايكروسوفت يمكنك من تنزيله واستخدامه كإعداد محاكاة افتراضية وهي لا تحتاج إلى دعم اللوحة الأم أو اعدادات في البايوس يوجد منتجات أخرى لمايكروسوفت مثل المايكروسوفت هايبر في الويندوز 7 فيرج والبي سي الويندوز 10 كلاينت هايبر في سوف تتطلب أن تدعم لوحة المفاتيح في الجهاز المحاكاة الافتراضية الفائدة الأساسية من استخدام المحاكاة الافتراضية هي تقليل التكلفة وتحسين الآداء متطلبات الحماية من المشاكل الأمنية مع المحاكاة الافتراضية انتقال المخترق من جهاز افتراضي إلى آخر أو تمكن المخترق من الخروج من الجهاز الجهاز الافتراضي إلى الجهاز الفيزيائي المستضيف للجهاز الافتراضي بعض التهديدات تستهدف الهايبر فيزر وهو البرنامج الذي يسمح بتشغيل الأجهزة الافتراضية من إجراءات الحماية تنزيل التحديثات المتعلقة بالبرنامج المشاغل للتقنية الافتراضية كذلك تنفيذ آليات الحماية على الجهاز الفيزيائي المستضيف للأجهزة الافتراضية وهذه الآليات تشمل برنامج مكافحة الفيروسات وتنزيل تحديثات نظام التشغيل وتحديث جميع البرامج الموجودة على الجهاز متطلبات الشبكة الوصول إلى الشبكة ليس شرطا لكل جهاز افتراضي ولكن غالبا ما يكون مطلوبا من أن يتصل الجهاز الافتراضي بشبكة افتراضية أو الاتصال بالخارج مثل شبكات خارجية أو الانترنت الهايبرفايزر هو البرنامج الذي يسمح بوجود الأجهزة الافتراضية على الجهاز الفيزيائي ويقوم بإدارة الأجهزة الافتراضية وعلاقتها مع الجهاز الافتراضي يوجد لدينا نوعين من الهايبرفايزر فلدينا النوع الأول والنوع الثاني زي ما يظهر لدينا هنا في الصورة بالنسبة للنوع الأول من الهايبرفايزر بيكون عندي الهاردوير اللي هو الجهاز نفسه كقطع سواء كان سيرفر أو كمبيوتر بعد كذا بيتم تنزيل الهايبرفايزر وبعد كذا يتم تتحول أنظمة التشغيل إلى ضيوف على الهايبرفايزر أما مع النوع الثاني طبعا هذا النوع الأول بيطلق عليه الناتف ويطلق عليه أيضا المعدن مباشرة أما النوع الثاني اللي يطلق عليه هوستد فكرته أن يتم استضافته من خلال نظام تشغيل بحيث يكون لدي الهاردوير مكونات الجهاز نفسه ويتم تنزيل نظام تشغيل رح يكون هو المضيف مثلا مثل نظام تشغيل ويندوز 2019 ويندوز سيرفر 2019 كمثال إذا كان الهاردوير عبارة عن سيرفر إذا كان عبارة عن شهاز عادي مثلا نستطيع أن نقول ويندوز 10 بعد ذلك يتم تنزيل الهايبرفايزر على نظام تشغيل ومن ثم بعد ذلك يتم إنشاء الأنظمة التشغيل الافتراضية اللي رح تعمل على الهايبرفايزر طبعا من الأقوى والأفضل النوع الأول هو أقوى لأن الهايبرفايزر مباشرة بيتعامل مع الهاردوير بخلاف أنه وجود نظام تشغيل كذلك لما يعني الهايبرفايزر أكثر استقرارا لما يكون على الهايبرفايزر مباشرة أما هنا لو حصل أي مشكلة في نظام التشغيل فرح يؤدي ذلك إلى مشكلة في الهايبرفايزر وفي جميع أنظمة التشغيل الافتراضية الموجودة على الهايبرفايزر بالنسبة للنوع الأول من الهايبرفايزر عندنا كأمثل عليه عندنا هذه الأمثلة عندنا سيتريكس عندنا طبعا سيتريكس على سين سيرفر عندنا الفي ام وير أم إي اس اكس آي ومايكروسوط هايبرفاي النوع الثاني أيضا عندنا الهاي بيتضمن مايكروسوط فيرجوال بي سي عندنا أراكل فيرجوال باكس عندنا في أم وير واركستيشن عندنا أراكل بذلك نحن وصلنا إلى نهاية هذا الفصل بإذن الله الفيديو 105 راح ناخذ أسئلة المراجعة المتعلقة بالفصل الرابع اللي هو كان اللي تكلمنا فيه عن المحة سريعة عن الفرجواليزيشن والكلاود كومبيوتينج أو الحوسر السحابية والتقنية الافتراضية ستكون عبارة عن عشر أسئلة ومن ثم ننتقل إلى الفصل الخاص بالأوبريتنج سيستم أو أنظمة التشغيل ورح يكون عملية مراجعة أيضا سريعة فيما يتعلق بأنظمة التشغيل مع التركيز على نظام ويندوز إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته